اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقاد أقام خادم الحرامين الشريفين مأدبة غدا تكريما لفخامة رئيس جمهورية الصومال الفدرالية والوفدة المرافقة له حضر الاستقبال والمأدوة صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجوبيل وينبع وصاحب السمول أمير نواف بن محمد بن عبد الله وصاحب السمول أمير تركي بن فهد بن جلوي وصاحب السمول أمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمول أمير خالد بن عبد الله بن مقرن وصاحب السمول أمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمول أمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمول أمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمول أمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد وصاحب السمول أمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمول أمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمول أمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعد وصاحب السمول أمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمول أمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمول ملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار بالدوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وسمو وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملاكي الأمير عبد المجيد بن عبدالله بن عبد العزيز شكرا